مرحبا بكم أصدقاء الصغار سأروي لكم اليوم قصة مثيرة لنبحر بسفن العلم ولنعبر به محيطات تجارب العلماء من منكم لم يرى الضوء؟ ومن منكم لم يرى شروق الشمس في الصباح؟ والظلام الحالك في الليل ومن منكم لا يعرف مخترع المصباح الكهربائي توماس أديسون توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي مارضت أمه في الليل مرضا شديدا أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي فانتظر شروق الشمس في الصباح فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما أجرى أكثر من تسع وتسعين تجربة ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 إن الطريقة إلى النجاح يحتاج إلى الاشتهاد والصبر أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأخذتم عبرة من هذه القصة وأن أراكم يوما ما مخترعي المستقبل ألقاكم في قصة جديدة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر